السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب عامليني يا رب تكونوا بخير معكم مستر حمد فتحي من تيم مستر حسام خليل والنهاردة هنكمل مع بعض بقية حل كتاب المدرسة الجديد وهناخد مع بعض بإذن الله الباب الرابع نزل على القناة أول ثلاث فصول وياريت محدش يرقمهم عشان فيهم أسئلة فعلا مهمة وياريت بقية الكتب برضو اللي نزلت في بقية المواد تهتموا بيها سواء في الكيميا أو في الأحياء جيولوجيا تقريبا ما نزلش الانجليزي والعربي تقريبا نزلوا فاريت نهتموا بالكتب المدرسية عشان فيها أسئلة فعلا مهمة فيها أسئلة متقررة في كتب خارجية كتير بس برضو زيادة تأكيد ودينا ايه مناخد أكبر عدد وأكبر كم من الأفكار نبدأ على بركة الله بسم الله السؤال الأول بيقولي تدريج الأميتر الحراري غير منتظم لأن بالروح الأميتر الحراري دوت بيعتمد على إيه؟ الأميتر الحراري بيعتمد على الحرارة المتولدة في السلك بتاع البلاتين والإيريديا ولما نقول حرارة يعني نرجع نقول قدرة القدرة بتتناسب ترديا مع مربع الطيار الكهروي يبقى طالما بتتناسب مع مربع الطيار وليس الطيار يبقى تدريج غير منتظم لما الآي كانت بواحد كان الباور اسمه باور لما الآي بقت الآي بقت باثنين اثنين تربيع بتبقى أربعة باور فلما الطيار بيزيد للدعف هل القدرة بتزيد للدعف؟ دي بتزيد لمربع الدعف يبقى تدريج غير منتظم لأن الطاقة الحرارية النتجة في سلك الأميتر تتناسب طرديا أهم الكلمة مع مربع شدة الطيار السؤال اللي بعده بيقولي إذا زدت للقيمة الفعالة للطيار المتردد خلال سلك التلات أمثال يعني الطيار اللي هنا بقى ثلاثة آي هل الكدرة هتبقى ثلاثة؟ لا أدي الكدرة هتبقى تسعة لي عشان هي بتتناسب مع الآي ولا الآي تربية بتتناسب مع الآي تربية يبقى بكل بساطة تزداد إلى تسعة أمثال السؤال اللي بعده مقالي قصير بيقولي من عيوب الأميتر الحراري التأثر بدرجة حرارة الوسط المحيط عيوة دي حقيقة فكيف يمكن التغلب على هذا العيب؟ بسيطة إن أنا كنت بعزل أو بفصل الأميتر الحراري عن الوسط المحيط إزاي؟ إن أنا حطته على شريحة لها نفس معامل التمدد الحراري سلك البلاتين والإيريديا يعني أنا لو عندي الأميتر الحراري بالشكل دوت وعندي هنا السلك السلك ده متصل بالشريحة كنت بفصل الكلام ده كله وحطه على الشريحة أحطه على الشريحة بتاعتي بيكون لها نفس معامل التمدد الحراري بتاع الايه؟ بتاع الوسط بحيث إن لما السلك يتمدد الشريحة كمان تتمدد فيتغلب على الخطأ السفري يبقى من طرق التغلب على الخطأ السفري يإما بتدي ألعب في المصمرين اللي مسكين السلك البلاتين والإيريديا يإما بعزله أو بوضعه على شريحة لها نفس معامل التمدد الحراري للوسط بتاعه أو لها نفس معامل التمدد الحراري للسلك تاني واحدة بيقول لي ماذا يحدث في الحالات الآتية عندما تزديد سلك الإيريديام البلاتيني على لوح معدني مختلف عن مادة السلك في معامل التمدد آه لأما هنا بقى هيظهر الخطأ الايه؟ الخطأ السفري الخطأ السفري دوت أهم كلمة فيه فيه خطأ سفري بالزيادة وفيه خطأ سفري بالنقصان بالراحة لو أنا عندي دلوقتي سلك لوحده يعني السلك بتاعي ده السلك بتاع الإيريديام البلاتيني السلك اللي أنا مسبت فيه ايه؟ البقرة وعندي المؤشر السلك بتاعي دوت لو معامل التمدد الحارري بتاع السلك معامل التمدد أكبر من الوسط أو لها معامل تمدد حارري كبير هيبقى خطأ بالزيادة أو كده كده خطأ سفري بس اسمه خطأ سفري بالموجب ماشي الشريحة أكبر من اللي هتأثر بها مين؟ السلك فهتبتدي تتمدد أكتر من السلك يعني الحياة الشريحة دي هتتمدد أكتر من السلك بتاعي فهتشد لي السلك شوية وهي بتشد السلك المؤشر بتاعي ماله المؤشر بتاعي السلك ده هيتشد فالمؤشر بتاعي يرجع ولا يرتخي يعني ولا يتمدد؟ لا يتمدد معايا فهلا إن الخطأ بتاعي بالنقصان وليس بالزيادة فتخيل السلك بالرحل نعكسه الموت لما المؤشر كان هنا ده وضع البداية الوضع واحد مثلا السلك وهو بيرتخي مش السوستة دي بتتشد السوستة وهي بتتشد بص بتلف معايا ازاي كده مع قرب الساعة بتخليلي المؤشر يجي كده طب وهو دلوقتي بدل ما يرتخي بقى مجدود هلا إن المؤشر يمشي العكس يعمل خطأ بالسالب أو بالنقصان يبقى لو معامل تمدد اللوح أعلى الخطأ بالسالب إنما لو معامل تمدد اللوح أقل خطأ بالموجة بعكس السلك شان نريحكم الموضوع اللي بيحصل في السلك بيحصل في الخطأ لو سلك معامل تمدد حرية بتاعه كبير يبقى خطأ بالموجة معامل تمدد صغير خطأ بالسالب اللوحة العكس إنما هنا اللي يهمني السؤال تافي خالص أنا طبعا ما يهمنيش السؤال قلتلكه السؤال هنا بيقولي لما التزبيده يحصل خطأ سفر وخلق سواء بزيادة أو بالنقصات السؤال اللي بعده بيقولي إشرح كيف يتحقق ما يأتي عدم ظهور تأثير حرارة الجو على سلك الأميتر الحراري عن طريق العزل اللي هو بوضع على سلك أو وضع على شريحة لها معامل التمدد أو لها نفسه معامل التمدد لسلك البلاتين والإرادية معايرة أو عمل تدريج الأميتر الحراري إزاي بعمل تدريج الأميتر الحراري؟ بنروح أنا بيبقى عندي بطارية أو بطاريتي أيا كان دي إما البطارية متغيرة شاء لو لقينا السهم دوت دي إما عندي مقاومة متغيرة وببتدي حط دلوقتي الشكل ده بيبقى عندي أميتر زو الملف أو أميتر زو الطيار المستمر اللي احنا أخدنا قبل كده اللي هو الأميتر أو الجالبين لسفر تدريجه في المنتصف ده أميتر مثلا خلي ده أميتر حراري وده أميتر زو الطيار المستمر أو أميتر الطيار المستمر فبلاقي دلوقتي وليكن اللي اتنين كانوا وقفين عند السفر بيمر طيار كهربي الطيار الكهربي هيؤدي لتولد حرارة في الأميتر الحراري زو الطيار المستمر نتيجة مرور طيار كهربي هيتودد هنا حرارة الحرارة دي هيستشعرها أو هيحس بيها مين؟ الأميتر الحراري فهيمر في الأميتر الحراري نفس القيمة الحرارية اللي بيولدها الطيار مين؟ المستمر ما هو التعريب فهيبتدي ينحرف مؤشر الأميتر الحراري لقراءة بتدل على نفس القراءة اللي انحرف لها ده يعني والله لو ده انحرف وليكن لتنين أمبير ده هينحرف عند لحظة معينة نتيجة حرارة لتنين أمبير يبقى أنا عرفت اللي هنا تنين أمبير هبتدي أزود أو ألعب في المقاومة أو البطارية وليكن بدل ما كان بيمر اثنين بقى مر أربعة الطيار زاد للدعف فمؤشر الأميتر ذو الملف المستمر هيزيد هو كمال للدعف ما اللي بيحصل فيه هنا ده درج منتظم فهيمر لي هنا حرارة مش الحرارة زادت للدعف ما هي الحرارة اللي زادت دي نتيجة مرور طيار كهرابي الحرارة زادت للدعف يا مستر ولا الطيار لا بالراحة ده الطيار هو اللي زاد للدعف بدل اثنين بقى أي أربعة فهيمر لي حرارة يعني قدرة هتزدد للدعف ولا تزيد أربع مرات تزيد أربع مرات فالمؤشر ينحرف عند كرؤة وليكن معينة هو عدد تدى درج في الأميتر بتاعي يبقى احنا خلصنا المعيرة السؤال اللي بعده تفق خالص بيقول لي سابق مؤشر الأميتر الحراري عند مرور طيار كهرابي زو خلال الكيمة معينة اللي بيخليه يثبت عنده الاتزان يعني ايه عند الاتزان يعني كمية الحرارة المتولدة بتتساوى مع كمية الحرارة الايه المفقودة يبقى كمية الحرارة المتولدة بتتساوى مع كمية الحرارة المفقودة عشان كده اسمه اتزان ريناميكي حراري يعني مش جاي اتزان استاتيكي ولا اتزان كهرابي ده جاي نتيجة حرارات المتولدة بيساوى الايه المفقود السؤال اللي بعده سؤال 13 ده تافي الخالد يقول الشكل دائرة كهربية تحتوي على مقومة 200 عديمة الحس يعني دايرة R فقط ماشي عند غلق المفتاح زوية التوري سواء فتحة أو غلق المفتاح هل R بتعتمد أصلا على التردد لا تعتمد وطالما R لا تعتمد على التردد كنا بالقولوا انه زوية التوري او فرق التور هنا مش هتفتلق مش هتفتلف طالما مقومة او دايرة فيها ايه مكون واحد بين فرق الجهد الكلي والطيار بتسوي كام سفر يبقى دال بنفس الطريقة 16 و 17 بيقولي تردد الطيار الكهرابي المال في ملف مفاعلته الحسية 10 قوم واعطيني حسو الزاتي واحد من 10 على باي سؤال تفق خالص بيبتدي يفكرني بالقانون ان XL بتسوي 2 باي F في L الXL بعشرة هتسوي 2 باي ال L بتاعتي واحد من 10 على باي كل ده مضروف في الايه في ال F اللي انا عايزها اجي اقوله ان الباي راح اتمع الباي اتنين من 10 في واحد من 10 باتنين من 10 10 على 2 من 10 تعمل معايا كام تعمل معايا 10 على الاتنين على العشرة تعمل معايا 50 موجتها على الالة موجتها على الالة اقوله 10 على اتنين من 10 تعمل معايا 50 هرتز اذا كانت المفاعلة الحسية تردد واعطيني الجهد ده مستر ما قاليش ده ماكسيموم ولا افكتف طالما ما زاكرش طالما ما زاكرش بالسؤال يبقى دي افكتف الا لو حدد يعني لو هو رمالي قراءة هنا يبقى دي قيمة فعالة رمالي هنا وسكت يبقى برضو قيمة فعالة الا لو جاء اللي كده في السؤال علما بقى انا خلي بالك V ماكس بتسوي رقم يبقى دي V ماكسيموم سؤال تعويض مباشر معايا ال L ومعايا فرق الجهد ومعايا التردد بيقول لي ايه مهمة للمقاومة الامية يعني دايرة L فقط عايش شدة الطيار الطيار بيسوي فرق الجهد على المعاوقة بتاعت الدايرة اللي هي بتتمثل في المفاعلة الحسية يبقى الاي بتاعتي هتسوي ال V على ال XL ال V على ال XL ال V بكام مئتين وعشرين ال XL اتنين باي F في L تطلع تعويض مباشر تطلع معايا الاجابة اتنين امبير يبقى اتنين باي F اللي هي مية باي في F اللي هي خمسة وتلاتين من مية تطلع معايا اتنين امبير السؤال اللي بعده 24 بيقول لي ملف حسو الزاتي معايا ال L تتولت فيه كوة دفعة كهربية مستحسة مكترها كوة دفعية يعني معايا ال E M F عندما تتغير شدة الطير المار فيه من خمسة امبير للسفر يعني كان الطير بخمسة امبير نزل للسفر كان عندي ادي الطير كان خمسة امبير ونزل للسفر احسب زمنة محلال الكلام ده باب تالت ال E M F بتساوي سالب L دلتا OI على الدلتا T ما انا معايا ال E M F ومعايا ال L ودلتا OI دلتا D ده باب تالت تعود مباشر فيه اللي جابها هنا اكيد غلطة في الترتيب نكمل سؤال 25 بيقول لي ملف حس عديم المقامة متسل بأميتر حراري يعني انا عندي L ومصدر طير مترد ولماذا يحدث بالجرائط الاميتر عنده بالروح ان نتخيلوه ملف حس عديم المقامة طبعا فارد اشان ما فيش حاجة اسمها سلك مهمة للمقامة ودي لي L قال لي ماذا يحدث عند وضع قلب من الحديد المطاوع ده بالروح لما نجي هنا ورحات حتة حديد حتة الحديد دلوقتي هتعمل ايه انا لزودت ال N U طالما انا زودت ال N U يعني زودت معامل النفازية يعني زودت ال L يعني زودت ال X L ما جابش سرط المصدر فالمصدر ثابت يبقى العلاقة بين ال X L والطيار علاقة عكسي فلما ال X L تزيد الطيار المر في الدايرة جي L يبقى الاجابة الاولى تاقل الكراء نجي عالسؤال التاني قال لي نقص تردد المصدر الله جميل او السؤال ده لو جيت بصيت على البداية هو قال لي مصدر طيار متردد ولا قال لي دينامو تفرق اه تفرق جدا يا مستر ما هو مصدر طيار متردد يا الدينامو لا غلط طبعا والله مش صح الكلام ده احنا عندنا كذا جهاز في الدنيا بيجيب لي طيار متردد احنا اخدنا على سبيل المثال الدينامو هل الدينامو بس اللي جيب لي طيار متردد لا اقل لهم تعالوا فرحكم الدايرة المختزة هنروح بعيد ليه مش انا عندي دلوقتي هنا ملف بحث وعندي مكسف وكان بيبقى عندي بطارية كان المفتاح هنا مفتوح والمفتاح اللي هنا كان مفتوح كنا بنقوله بقفل اول حاجة المفتاح ده بس ده يتشحن اطلع ده بره الدايرة واقفل ده يحدث بينهما تردد طبيعي خلال نص دورة يقل ويزيد وهكذا نشي التردد اللي هنا ده تردد طبيعي هل جاي من جهاز دينامو لا يبقى ده اجهاز بيعمل تردد واجهزة كتير زي الراديو اجهزة كتير جدا بتعمل طيار متردد فما ينفعش ما ينفعش لما يروح يقول لي مصدر طيار متردد راح اقول له اه خلصانة الامف ديت بتسوي بي في ايه في انف اوميجا واروح اعيش صح لو كان قال دينامو انما هو ما قالش دينامو يبقى الاي بتاعتي هتسوي في على الاسل هل هو قال لي دينامو لا يبقى للطريقة ديت ما ينفعش افكها اخلي الفيزا ايه ما هي الاكس ال بتسوي اوميجا في ال مش الاميجا دمنيا جواه اف اه لما قال لي للتردد الطيار هيحصل له ايه يا زداد اصلي العلاقة بينهم علاقة عكسية عند ثبوت الايه المصدر بتاعي مانا ما لعبتش بس تخيل لو كانت دينامو كان هيبقى الاميجا راح اتماع الاميجا وتزل سبت تبقى هنا بكل بساطة الاجابة مالها تزداد نيجي للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بقول لي قطع ربع من الملف وتوصيل الباقي بنفس المصدر عندي تخفلتين في السؤال بنروح سمون له انا عندي ملف هقطع ربع مش انا كان عندي لي اللي كابتل وليه طول اسمه اللي اسمه لما اقطع ربع الملف دلوقت ربع الملف لما بيتقطع بيتبقى لي تلاتة على اربعة الف ده اللي كل الناس هتجبها وهتنسى عدد اللفات هو انا ينفع اقطع جزء من التول وعدد اللفات يبقى سابق لا الا لو هو بقى ايه قاعد يشلفهم لفات مرة اخرى او يعيد تشكيلهم بقى ويلعب في الان والاروة انما لما بيسأل ووصل بنفس المصدر معنى ان انا كان عندي وليكن ان فالان برضو انا لغيت ربع ان ولغيت ربع ال اتبقى لي تلاتة ربع ال وثلاتة ربع من ان التخفيلة هنا هيقول لي حاجتيني اما وصله بنفس المصدر اما يقول لي وصله بنفس الطيار مش ده طيار او ملف الاولابي اه على ليه على جنب البي بتساوي ميو في النف اي على ال سمول هل هو مثبت ال اي لا ده مثبت مين ده مثبت ال اي المصدر يبقى فيه علاقة بين ال اي والار علاقة عكسية واحدة واحدة الميو برا اللعبة الان كانت بتساوي ايه عدد اللفات طب والل طب يا مستر انت كده دي بتاع كسافة فيت ما هو مش عايز كسافة فيت نسحيلها على نفسينا هو عايز اللي يحصل في الكراقة بتاعت الطيار اللي هنا طب ما نشتغلها على طول باب رابع ال ال بتاعت اللي هو الحس الزاتي مش ده لا هيحددلي عشان يلعب في ال اكس ال نفس المصدر يعني فرق الجهد والايه والتردد مقدار سابت طب ال ال هتساوي ميو في ايه في ان التربيع على ال اسمول لشان نقص للجن على طول الميو سابتة برا اللعبة هل لعب في المساحة؟ لا بساحة اللفة سابتة سواء دي قصيتهم او ما قصيتهم مش بساحة اللفة سابت ان تربيع مش هي بقى التلاتة على اربعة ان تربيع اللي هو تربيع على تلاتة على اربعة مش ممكن اطير التربيع مع تلاتة اربعة يبقى لي تلاتة على اربعة في البسط مش كده المجدور قال فالل قلت ولما ال ال تقل ال اكس ال هي كمنحة L ولما XL تقل الطيار يزداد سؤال جميل جدا 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 يبقى أول واحدة تقل وبعد كده تزداد والأخيرة برضه تزداد يبقى أنا عندي دي تقل ودي تزداد وعرفنا إمتى تزل سبتة والأخيرة معاها تزداد ما نتغفلشش الأسئلة دي بتغفلت السؤال اللي بعده 26 بيقولي النتاج المترتبة على كل من ميات تقليل مسافات البيينية باللفات الملف للنص بالنسبة للمخاعلة الحسية سؤال تابي خالص L small دي تلمسافة بين أول لفة وآخر لفة أو كنا بنسميها طول الملف ولا يفسد سلك فلما أضغط ضع على بعض أو أقلل المسافات مش هتبقى عاملة كده المسافات البيينية قلت فالطول small أو L small بتاعتي برضه قلت L بتسوي ميوف إيه إن التربيع على L small لما دي تقل L تزداد XL برضه تزداد ادخل قلبي من الحديد المطوع لسه قيلها الميو زادت فالXL تزداد لف أسلاك ملف لفا مزدوجا بالنسبة للمفاعلة الحسية هو حد تسؤاله على إيه المفاعلة الحسية يا مستر تنعدم هي إيه اللي تنعدم كسافة الفيت لأن الأسلاك في اتجاه وهتبقى معاكسها أو ماشي كده مثلا الطيار أو الملفات في عكس الاتجاه فاللي احنا أخدناه أو اللي احنا بنعمله دوت اللي هو إيه كسافة فيت هلاقي إن الطيار هنا في اتجاه والطيار في الملف الثاني في عكس الاتجاه فالبي توتال بتسوي إيه سفر فأنا قللت أو سويت إن المفاعلة الحسية ما بتسويش السفر إنما البي توتال هي اللي بسفر إنما سواء لفيتها على بعضها أو ملفتاش أنا كده بلعب في مساحة اللفة أو سمك اللفة تحديدا مش المساحة فالمفاعلة الحسية لا تتغير يبقى تنعدم كسافة الفيد ولا تظل أو تظل كسافة الفيد الـ XL مجدار سابت عشان أنا ملعبتش في مين في الإيه ولا في الميوب ولا في الإيه ولا الن تربيع ولا اللي سموز سؤال حلو جدا بنفس المنطق 27 بيقولي الشببا واحدا تنقتقدم فرق الجهد الكل على الطيار بمجدار 90 في دايرة الطيار المتردد قلناها كتير لما الدائرة تحتوي على ملف حس عديم المقاومة الأمية أصلي لو هو مش عديم المقاومة الأمية مش هيتقدم عليه بتسعين هيتقدم عليه بس مش بتسعين كنا بنقوله لحظة غلق الدائرة بيتولد IMF مستحسة عكسية الـ IMF المستحسة العكسية ديت بتعمليه تؤخر تبطئ من نمو الطيار فبليه إن فرق الجهد يزبق شدة الطيار بس القضاء الطيار بيتأخر عن فرق الجهد أصلي فرق الجهد ما بيجريش كانت نين صحاب ماشيين مع بعض وقابلهم واحد ثالث يعرف واحد فيهم هيوقف يسلم على واحد ويعدي يتكلم معاه والتاني مكمل في طريقه ففرق الجهد ماشي عادي إنما الطيار هو اللي تأخر عن فرق الجهد بمجدار كام؟ مجدار 90 تب لو دايرة فيها مكونين هيبقى أقل من 90 هنلاقي فيها حاجة اسمها المحصلة والإمبدنس اللي هي المعاوكة بتاعتنا يبقى فيه زد وفيه داش وهنصفوها في الأسئلة 28 بيقول لي متى تكون القيم الآتية مكاوية للسفر بيتكلم على المفاعلة الحسية المفاعلة الحسية مساوية للسفر لما وصلها بطيار مستمرة عشان الـ F بتساوي سفر فالـ X اللي هتطلع بتساوي كام؟ بتساوي سفر السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لي في الدائرة القرابية المكونة المقابلة عايز إيه قيمة معامل الحسي الزيتي L3 بالروح هو بيلحبها معي يا بوزل أنا عايز L3 فأنا عشان أجيب L3 لازم يبقى معي L2L اللي هنا المقاومة المكافأة مثلا وبعد ما أجيب المقاومة المكافأة أروح أجيب مقاومة الفرق فوحدة في واحدة السؤال تافه عاتيني فرق الجود وعاتيني الـ V وعاتيني مقاومة وطيار كل حاجة استخدم عقلي دقيقة قليق السؤال تلع على طول بس ده اللي بقول لكم عليه بص أعطيني القيمة الإيه المكسم لازم أقسمها على جزر 2 عشان أروح أجيب القيمة الـ F لو أسمت الكلام ده على جزر 2 تطلع معي LVF نشيل الجزر 2 بس 120 تفرق الجهد على الطيار مش يديني معاوقة الدائرة اللي هي تتمثل في XL فقط آه نبقى أنا معي XL بتسوي 120 على الكام على الثلاثة تعمل معايا 40 أو مش دي تمثل XL توتل صح كده XL توتل هنقسموها جزئيا مش XL توتل هي عبارة عن المكافأة بتاعدول زائد المكافأة بتاعدول أوه يا منصر ليه بتعمل كده عشان أعرف أبسط الجزء ده الواحد المكافأة بتاعدول عاملة 20 أوه يبقى أنا هشيل من الـ 40 20 يتبقى لي 20 يبقى يبقى الـ XL وهيسميها وليكن داش هي المكافأة بتاعدول لو أسمت الـ XL على 2 باي F مش هجيب الـ L توتل آه يبقى أنا هروح هجري هجيب الـ L توتل بتاعد المجموعة دي يبقى هقول له على كل ده بيسوي 2 باي F في L شرطة بتاعد النص ده هيطلع معايا L شرطة 1 من 10 هنري المكافأة بتاعدول 1 من 10 الميستر كان بيقول لنا لما نلاقي مقاومات يامن اختزلها وانبسطها نفس الكلام هبسط الـ 2 دول مع بعض فرع 1 عامل 6 و3 من 10 يعمل معايا 2 من 10 هنري وفرع تاني أنا عايزه اللي هو بكام بL3 كل ده مكافأته اللي هي L داج بواحد من 10 واحد من 10 عندي فرع باتنين من 10 بقول له 2 من 10 L3 على 2 من 10 زائد L3 بيساوي 1 من 10 وده رفين فوسطتي بس أنا زعلت منك بآخر خطو مش أنا عندي التوتل بواحد من 10 وعندي واحدة فيهم باتنين من 10 مش هما لو متسويين واحدة فيهم على عددهم 2 من 10 على الاتنين يعمل كام واحد من 10 يبقى بكل بساطة L3 باتنين من 10 بس طبعا هنا السؤال في غلطة مش بالملي مش بالملي دول غلطة في الكتاب يبقى الإجابة بتاعت 2 من 10 هناري وليس ملي تعويض مباشر السؤال اللي بعده 38 بيقول تتكون الدائرة المقابلة من ملفات عدمة المقاومة ومصدر طهير متردد كان موجود زيه في كتاب اللي بتحم بالنص عايز المقاومة الكلي بس هنا جايبوا السورة مقالي المقاومة الكلي للدائرة اللي هي المفاعلة الحسية المقاومة هنا تتمثل في المفاعلة وشدة الطائرة الكلي وشدة طائرة المور في كل ملف بالروح لو جيت لنأجيب المقاومة الكلي بس خلق بقى تحولات XL هي عبارة عن 2 by F مضروبة في L total في عشرة على أربعين زائد عشرة وهريحك من التحويل هبتتقله في أقواس والناتج اللي يطلع أضربه في عشرة أستسالة بثلاثة ما بدل أضرب ده في عشرة بثلاثة زائد ده على ده أقواس هي وزعتها ريو هروح أجيب XL total تعمل معاي على الآلة 6 علامة 28 مما يقوم معاي فرق الجهد ب628 يبقى 628 على 628 العلامة هتتحرك مرتين يعمل معاي 100 أمبير يبقى الطيور اللي دخل هنا ب100 هيجي الطيور هنا يتوسع مستر كنا بنعمله في المقاومات بيطلع فلتاميتر والفي بتساوي ايفو ار وعز في الفرعة وموا صاش وتيجي معاي بس أنا كده بيبقى برحك نفسي وهزعل منك وانا مش عندي فرعين مش واحد اربع امثال التاني خلاص يبقى طيار الفرع الصغير قد طيار الفرع الكبير اربع مرة يبقى الطيار اللي هنا 80 امبير بالنسبة وطيار اللي هنا كام 20 حلتها فقال من ايه من خمس ساوي طالب تاني يقول لا أنا عايز اطلع في التاميتر وقول ان مجموعة بتساوي اي مجموعة في XL مجموعة وراح احاول وراح اضربها في التردد وقسم V على XL فلازم احاول جيل XL مش L وقسم V موال فليه اللي بتحيان عايز الطالب السريع الطالب الزكي وليس الطالب الشاطر وخلاص في فرق من الطالب المجتهد والزكي في فرق من الطالب الشاطر الطالب الشاطر في النظام الجديد بيضيع درجات كتير وبيضيع اسئلة وامثلة تفهة بالطريقة تانية تتحل اسهل من كده فنركز وحنا بنتعامل مع السؤال السؤال اللي بعده بيقول لي وحدة القياس المفاعلة السعوية بيستهبل اي مفاعلة اي مقاومة وحدتها اوم ملقيتش اوم يبقى V على اي يعني فولتة على امبير اللي هي V على اي يبقى الاجابة جي ما فيه اي حل بنفس الطريقة واحد واربعين بيقول لي مكسف سعته مع ياسي عشرة مايكرو يعني عشرة في عشرة قصة سالة بستة فارد تم توسيله بمولة زبزابت اللي هو التردد عشر لا دي كام الف هيرتز من هنا له قوة دفع عزمة بيسأل على اقصى طيار القهربي المرفض دائر يا مستر القيمة العظمة خلصانة لازم اروح اسمها على جزر اتنين اقول لك شاطر من الفي ماكس على جزر اتنين جبت مين جبت الايف اكتف شاطر عليك برافو برافو عليك بصوت متحد شلبي وبعد ما اجيبي الفي اكتف هو عايز اقصى قيمة للطيار اه يبقى هنا بيتغفل علي انت عايز الاي ماكس لعبتها فهمتها هراشتك في اكتف روحت جبت مين الاكسي سي بس هنا اه ده يعطيني الايفكتف انا عايز مين انا عايز الماكس هروح اضربها في جزر اتنين طب لا ليه 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 اعملها خطوتين ما انا لو خليت دي ماكس اسمتع على اكسي سي على طول هجيب الاي ماكس يعني انا ليه حافظ مش فاهم وروح اقسم على جزر اتنين وارجع تاني اضرب في جزر اتنين والخيال العلم ببركة دعا الوالدية كده كان بيصلي المغرب في جماعة نرجع تاني انا عايز دلوقتي الاي ماكس يبقى انا مش هعمل الخطوة دي اللي تاخد وقت كتير يبقى انا هقول له ان الفي ماكس على الاكسي سي هيديني الاي ماكس يا مستر ما حولتش عشان انا عايز الاي ماكس الفي ماكس اعتقالي بخمسة الاكسي سي واحد على تو باي اف في سي تطلع معايا الاكسي سي عملة نحلوها مع بعض خمسة على واحد على اتنين باي اف بكان بألف في سي عشرة في عشرة بص سالب ستة نحط نعوش في اكواس خد الواحد مع الفوق ماشي نمشوها خطوة خطوة جبناها بخمستاشر وتسعة دي الاكسي سي حفظه بخمسة على خمستاشر وتسعة تطلع الطيار تقريبا معايا بثلاثة من عشرة امبير ايبا الاكيبة ده دي هت الصح بنفس الطريقة السؤال اللي بعده اربعة واربعية اعطيني طيار وعطيني سي وعطيني على الرسم مين يوضح الشكل دائرة تحتها على المتر حول يري مهمة المكاومة مكسب باستخدام البيانات الموضحة بالشكل على الساعة المكسب هو انا لو قسمت الفي على الاي مش روحت جبت الاكسي سي اه والاكسي سي دي مش بتساوي واحد على تو باي اف في سي اه يبقى انا كده هروح اجيب مين هروح اجيب سي يبقى السي بتاعتي هتساوي هقسم واحد من عشرة خليها في المقام هنا امتين وعشرين على واحد من عشرة تعمل معي الفين وامتين الفين وامتين اطلع التوباي اف اطلع السي فوق ونزل الفين وامتين تحت تعمل معي عشرة قصة سالب ستة بس العشرة قصة سالب ستة دي اتطلع وحدة ايه لو جينا بصينا على القالة دلوقتي عشان السؤال هنا في مشكلة لو جيت بصيت كده هقول له ان الفين وامتين انا عايز السين نبقى هقول له واحد على اتنين باي في اف اللي هي بكام متين على باي في الفين وامتين تطلع معي الرقم ده واحد وتلات اش او واحد واحد من عشرة فعشرة سالب ستة فراض او واحد في عشرة سالب ستة فراض يعني لو جيت اتبته كده واحد وتلات اش في عشرة سالب ستة الكلام دوت بالايه بالفراض لو انا عايز احول ها دلوقتي هل لقيت واحد وتلات اش في عشرة سالب ستة فراض لا هو انا مش ممكن اشيل العشرة سالب ستة وحط كده كده دي يعتبر ايه هو مهم لهم تقريبا اشان انا ممكن اشيل عشرة سالب ستة دلوقتي وحط مكانها مايكرو او يبقى واحد مايكرو فراض تطلع معي بكل تفاهة الاجابة منتغفل من الوحدات اهم حاجة السؤال اللي بعده سؤال 45 بيقول لي في المقال بيقول لي يحدو الشحن وتفريغ للمكسف المتصل مع مصدر متردد بصورة دورية ده حقيقي اكتب في الجدول التالي اللي بيحصل من شحن او تفريغ خلال دورة كاملة للطيار المتردد المبين بالشكل يعني ايه اللي هيحصل دلوقتي للايه للمكسف بالراحة خلال الربع الاول اولا انا بيبقى عندي دينامو طيار متردد دينامو الطيار المتردد بيبتدي يشحن مين بيبتدي يشحن المكسف عشان قلنا الطيار المستمر بيشحن وبعدين الدايرة بتبقى ايه مفتوح يبقى انا عندي دينامو طيار متردد وليكن ده الموجب وده السالب الV بتاعة الطيار المتردد بتبقى قيمة عزمة والمفروض بتقل وتزيد في دورة كملة لحظة تفريغ الشحن من الطيار المتردد في الربع الاول بيحصل زيادة للشحن للطيار المتردد او بيحصل زيادة للشحن او بيحصل زيادة للشحن المترقمة على الايه على لوحي المكسف انا لو عايز اعمل كده واحدة زيها تاني بالنسبة المين للVC اللي هي البيعة الكبستور هلاقي ان الVC قلال الربع الاول بيحصل لها عملية شحن عمل يمر طيار كهربي طيار كهربي تيجي شحن هنا مجابة بعد ما دي تتشحن هلاقي ان الجهد على الطيار المتردد تبدأ عملية ايه عملية التفريق هلاقي ان الشحنة دلوقتي تبتدي تيجي في الاتجاه ده فيتكون هنا شحنة مجابة ويتكون هنا جهد سالب الربع التاني احنا كده خلصنا الربع الاول والربع التاني الربع التالت هيحصل شحن بص اللي حصل ولكن في عكس لاتجاه يجي لي هنا شحنات مجابة ويجي لي هنا شحنات ايه سالب بقى اسمه وشحن عكسي بعدين تفريغ يبقى الربع الاول شحن الربع التاني تفريغ الربع التالت شحن تبقى شاطر لو كملت الكلمة عكسي والربع الرابع تفريغ برضو في عكس الاتجاه يبقى شحن تفريغ وشحن عكسي بعدين ايه تفريغ السؤال اللي بعده بقيت الاسئلة برضو المقالي بيقول لي اول واحد بيقول لي عند توصيل المكسب بمصدر طيار مستمر قلناها كتير الاف بتساوي سف يبقى سواء اكس ال او اكسي سي اللي اتنين هيساوي ايه هيساوي سفر فيما لو اشتاد رده النتائج المسترتبة على زيادة سرعة دوران ملف الدينامو بالنسبة للقيمة المفاعلة لقيمة المفاعلة السعوية للمكسب متصل بص هنا السؤال صريح قال لي دينامو يبقى هقول له دلوقتي بيسأل على مين بسأل على المفاعلة السعوية يبقى الاكسي سي بتساوي واحد على اوميجا سي لما سرعة الدوران تزيد الاكسي سي هتقل ولا هتزيد هتقل يا مستر طب لو بيسأل على شدة الطيار هقول له والله ان شدة الطيار تزداد اربع مرات وانا اضاف الامس لشان في اوميجا مع اوميجا بات اوميجا تربية المفاعلة السعوية المكسب بتساوي سفر لما يتصل بص 48 رد على ايه على 46 لما يتصل بطيار مستمر مكسب ساعته 35 ميكرو اتصل بمصدر تردد احسب المفاعلات السعوية تافي خالص واحد على اتنين في الباي في خمسين في خمسة وثلاثين ما تتغفلش تدرف في عشرة قص سالب ستة عشان في اطلع معي بنفس الطريقة نكمل بقية الاسئلة خمسة وخمسين عايز الساعة كلية المجموعة مكسفات متصلة هنا طلب الساعة طالما طلب الساعة دي اللي بنعكس تفكير انما لو طلب XC عزية خالص XL عزية خالص فما نجيش بقى نيه بتسؤال اوه مكسف التوالي توازي والتوازي توالي والحياة زبادي خلط لا ما فيش الكلام ده لما بيطلب الساعة بعكس التفكير انما اي حاجة غير كده ما بعكسي دول اتنين واربعة هيبقوا بستة ما هم توازي كأنه توالي يبقى ستة ميكرو جنبهم واحدة تلاتة هل هقول تسعة لا منحاكس التفكير حصل دربهم على حصل جنبهم يعمل معي اتنين ميكرو فارد تطلع معي الاجابة الف دي تصح بنفس الطريقة نكمل بقية الاسئلة تمانية وخمسين وتسعة وخمسين على نفس الفكرة عايز الساعة الكلية في الشكل اتنين للساعة الكلية في الشكل كام في الشكل واحد عناية الاتنين انت عايز مين الشكل اتنين على الشكل واحد الشكل اتنين دول ايه توازي كأنهم توالي باتنين سي ودي توالي كأنها توازي بسي يبقى اتنين في واحد على اتنين زائد واحد تعمل معي اتنين على الثلاث دول مع بعض واحدة فيهم على عددهم تعمل معي نص ودي بواحد تبقى واحد ونص اللي هي ثلاثة على الثلاث ساعة الشكل اتنين اتنين نعكس 3 على الاتنين نخليها اتنين على التلاتة تبقى بسط في بسط مقام في مقام تعمل معي اربعة الى تسعة او اربعة على تسعة اللي بعده بيقولي في الدائرة الموضحة ماذا يحدث للشحنة الشحنة كأنه كأنه بيتكلم بدنا وبين بعضنا على طيور ماهي الشحنة كيو ماهو لو قسمت كيو على وحدة الازمنة او الزمن واحد ثانية يديني شدة الطيور يبقى ماذا يحدث للشحنة على كل من المكسفين لما اقفل المفتاح ده الساعة بتاعتي هتحصل لها ايها تزيد بس الاكس سي اقول لي هيتغفل بقى اللي يقولي الساعة اللي خليها بالاكس سي شو ما نطلق بطش الاكس سي هتقل اصلي الساعة زادت لو عايزة كملها بالساعة فلما الاكس سي تقل الطيور الكلي يزداد فطالما الطيور الكلي زاد يبقى اكس لازم تزداد يبقى الاجابة يا الف يدان بس الطيور الكلي او الشحنة الكليه هتتوزع فبدل ما كان في وي بيدخل لها الشحنة الكلية هيدخل لها جزء من الشحنة الكلية تبقى الاجابة تقل في وي وتزداد في اكس سؤال جميل خالص وما فيهوش هكي بنفس الطريقة الله السؤال ده تحفه جميل او السؤال ده بالروح بيقول لي تعضح الاشكال ثلاث مكسفات سي واثنين سي وثلاثة سي تم توصيلهم بطرق معين عمل بي لعب ثلاثة توالي الثلاثة توازي اثنين توالي واحدة توازي وهكذا فبيقول لي ان عايز العلاقة بين كيو واحد وكيو اثنين وكيو ثلاثة بالروح الكيو بتساوي السي مضروبة في البي ماشي انت عايزة في السؤال دلوقتي هل انت عايز الكيو ولا عايز السي ولا عايز اي بالزبط الكيو بتساوي السي في البي فرق الجهد اللي هنا هيساوي الكيو في السي فرق الجهد اللي هنا هو اللي هنا ولا نصي توازي التوازي يبقى كيو وان بيساوي السي في البي وبالوزها لي دعالي على كيو تو أنا عندي ساعة بتلاتة C ودول أبسطها أنا عندي واحدة عاملة تلاتة C ودول نجمحهم عاملين تلاتة C عليهم جهده كل اسمه V يبقى دي هتاخد نص V V على الاثنين ودي هتاخد نفس V على الاثنين Q في C V على الاثنين يا مستر هتتضرب في تلاتة لا أنا مش عايز هنا لكيو الكلية أنا عايز الفرع ده يبقى V على الاثنين في اثنين يبقى كده V على الاثنين في كام في اثنين C اللي هي كيو كام اثنين تعمل معي C في البي وبروز هالي يبقى أنا لازم ألاقي إجابة Q واحد بتساوي Q اثنين أولاً Q واحد بتساوي Q اثنين السؤال هنا طبعاً فيه غلطة عشان هو مقرر واحد وثلاثة أصغر من اثنين وما فيهوش ولا إجابة صح بصوا السؤال جيم بيقولي Q واحد بتساوي ثلاثة أصغر من ثلاثة فالسؤال اختيارته غلط نكمل بس عشان سؤال مهم يبقى Q واحد بتساوي Q اثنين نيجي بقى Q ثلاثة السكر اللي فيه ده توصيل توالي لو قلت الـ Q بتساوي C في البي في التوصيل توالي مش كمية الشحنة القاربية كلها ستة يبقى العلاقة بين C والV علاقة عكسية فالـ C هتاخد قد التلاتة سي تلات مرات وضع في دي فأنا عندي كم جزء؟ أنا قلت دي جزء اثنين تلاتة ستة يعني أنا لو عايزة أقسم نسب الكيو سابتة بس أنا لو عايزة أقسم نسب الـ A فرق الجهد فرق الجهد مش عكسي مع السيد يبقى أنا لو قلت V واحد إلى V اثنين إلى V تلاتة لو بتكلم على الـ V مش الكيو بتساوي السي في الـ V الكلام هنا علاقة عكسية فالـ C صغير فرق الجهد بتاحها أدي دي كم مرة ثلاث مرات أدي دي كم مرة مرتين يعني دي تعمل معايا تلقيت على الاتنين أدي دي كم مرة مر بس هل أنا بشتغل بنسبة أو أضرف في اثنين تطلع معايا ستة لتلاتة لتنين يبقى كلم منطق C تاخد ستة أجزاء دع في D دع في D أدي دي كم مرة ثلاث مرات يبقى أنا كإني بقولك C لتنين C إلى ثلاثة C تبقى دي دع في D ودي أدي ثلاث مرات يبقى أنا عندي كم جزء بروح عشان فيها حتة رياضة نفهموها مع بع خمسة وستة عندي حداشر جزء الجهد الكل هل هيتقاصر أقول حداشر V أم هو كله V يبقى أنا كل واحد هياخد بعدد أجزاء ويبقى دي تاخد ستة من حداشر جزء اسمع ستة على حداشر V ودي تاخد تلاتة من حداشر جزء يعني تلاتة على حداشر V ودي تاخد كم اثنين من حداشر V لازم أن مجمع دول يهديني V صريح خلصة خلاص يبقى أنا هقوله السي بتاعتي مضروبة في كم في ستة على حداشر ستة على حداشر يبقى سي مضروبة في ستة على حداشر V تطلع ستة على حداشر C V الرقم اللي هنا أقل من الواحد يبقى Q1 بتساوي Q2 أكبر من Q3 يبقى أنا لازم أقول Q1 بتساوي Q2 أكبر من Q3 يبقى أنا لو عايز أشتغل على الرسمة دي هنعدل بس مع بعض نخلي دي Q2 يبقى Q1 بتساوي Q2 أكبر كل ده من Q3 وتطلع الإجابة معانا جيم دية الصح سؤال جميل جداً ومهم جداً ما نتغفلش في الحل بتاعه سؤال من أهم الأسئلة بالنسبة لي ركزوا فيه السؤال اللي بعده 61 يقول لي وضح الشكل الباني العلاقة بين فرق الجهد والشحنة المكسفين إيوة بي وصله مرة توالي ووصله مرة أخرى على التوازي بيسأل على الاختيارات التالية يمكن أن يمثل قيمة الساعة لكل منهما سؤال ما اعتمد شوية على الاختيارات أو على الجدول بالروح أنا عندي الأولاني 500 على 10 كيو على في الكيو بتساوي السي في الفي لما أسن كيو على في ديني الساعة يبقى سي واحد وليكن هو أساساً مثلاً سي ايه 500 على 10 يعمل 50 سي اتنين اللي هو سي بي 80 على 10 يعمل كام تمانية فهو دلوقتي بيقول لي ايه الكلام ده بس من السي ده الكلام قال لي وصل توالي وتوازي يبقى دية سي توتل في حالة وليكن توازي ولا توالي التوازي كأنه توالي لازم تبقى كبيرة يبقى دي سي توازي طب و سي توالي بكام بتمانية هو بيسأل على أساساً هم كانوا بكام ما السي توازي دي جمعهم آه سي ايه زائد سي بي يبقى انا لازم الاقي اختيار في الاختيارات جمعهم بكام بخمسين عندي تلاتين و عشرين تنفع و عندي أربعين و عشرة يبقى كل ده رونج يبقى الاجابة يا ألف يا دال بس بالراحة هل تلاتين في عشرين لما يتعاملوا توالي كأنهم توازي يعني نعمل كده تلاتين مع عشرين هقوله تلاتين في عشرين على تلاتين زائد عشرين هل هيديني تمانية الإجابة لأ إنما أربعين في عشرة على أربعين زائد عشرة هيديني تمانية يبقى ابتدى على الاختيارات لما أعمل كده هنا أربعين وهنا عشرة خلاص دي بخمسين في حالة مين في حالة التوازي اللي هو كانه توالي إنما لما أعمل كده 40 و 10 طوالي كأنه توازي فعلا هيدي كام 8 يبقى سؤال برضو حلو مش وحش والإجابة بتاعتي تطلع ألف أظن إن الأسئلة دي فعلا مش موجودة كتير في الكتب الخارجية فبتنشط عقلنا إيه على الحل الكثير اللي بعده المقال بيقولي أوجد الساعة الكلية للمكسفات تعود مباشر 40 و 20 خليك سريع 60 60 مع 30 ضربوهم على جمعهم يكايني بقول 6 و 3 يعمل معي 20 مايكرو فرقت بنفس الطريقة 60 و 60 120 مع ال 60 يعمل فرع ب40 خليك سريع بقى نحصل دربوهم ولا نحصل جمعهم مع ال 60 يعمل فرع كبير توازي كأنه توالي عامل معي 100 مايكرو فرقت يبقى الإجابة بتاعتي إيه هنا 100 وهنا 20 بنفس الطريقة السؤال اللي بعده رقم كام 64 و 65 64 بيقولي 3 مكسفات ساعتهم 1 و 2 و 3 مايكرو فراد يتصلون على التوالي كأن انا اللي برسم أدي 1 1 و 2 و 3 مع مصدر طيار متردد 1 و 2 و 3 ساعة مايكرو 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 هتقولي الكيو بتساوي السي مضربة في الفي يبقى أنت لازم تروح تجيب الكيو توتل ومعاك الفي توتل عشان تجيب الايه؟ الساعة يبقى عشان تجيب الكيو توتل لازم تروح تجيب السي توتل اللي هي توالي كأنه توازي حاصل ضربوهم على حاصل جمعوهم هيعمل معايا 6 على 11 أضربها في 22 6 على 11 في 22 22 في 6 فيها اللي 12 على 11 تعمل معايا 12 سي يبقى 22 في 6 على 11 أنا معايا الكيو الكلية اللي 12 كلهم هو عايز فرق الجهد بين لوحي كل مكسف فرق الجهد مش هو كيو على سي يبقى فرق الجهد اللي هنا هي عبارة عن الكيو الكلية على الكام على السي بتاعته الكيو الكلية على السي بتاعته الكيو الكلية على السي بتاعته بس خلي بالك الوحدة ايه؟ مايكرو فأنت لو هتسيبها فرق الجهد هتبقى مايكروفولت أو تتحول لماشيش حاجة عندنا يعتبر سيبقى مايكروفولت فانا حول فرق الجهد اللي هنا وفرق الجهد اللي هنا وفرق الجهد اللي هنا طبعا بتعويض بغش لديك سلاس مكسفات وضح بالرسم توصيلها معا للحصول على أكبر ساعة توازي كلها طب وأقل ساعة توالي كلها بالروح أكبر ساعة لو أنا قلت دلوقتي C مع C مع C هذه C وC وC تعمل معي كام؟ 3C طب أنا لو جيت هنا أروح تعمل كده هذه الأولان وده الثاني وده الثالث لو ده C وC وC مش هتعمل C على الثلاثة؟ يا مستر طب أنا حبيت أجرب مثلا وخليت دول كده 2 مع 1 مثلا ده C وC هيعمل ساعة لتنين نص دي الجامع على ده ما ينصي أنت عملت حتة توازي فيها أنت كده بتكبرها دي يبقى توالي كلها أقل ساعة وتوازي كلها أكبر ساعة والسؤال يطلع تعويض مباشر السؤال اللي بعده 66 بيقولي الدائرة الموفينة بالشكل التالي قيمة المكاومة الأمية التي تجعل فرق الجهد الكل يتقدم على الطيار بزاوية تان سيتا بتساوي XL على ال-R تان سيتا هتعمل معايا تاني تنين واربعين هتساوي تسعين على ال-R تعويض مباشر يبقى ال-R بتساوي تسعين على تاني تنين واربعين اللي هي أقل من الواحد تطلع معايا تسعين على تاني تنين واربعين ونقفل القوس تسعة وتسعين وخمسة وتسعين من ألف بالزبط حتى الراجل مرضوش يكتبها مية تبالك زي ما هي بشي متلكش حج السؤال اللي بعده الله جميل أو السؤال دا بقولي بزا يحدث لقراءة الأميتر يعني للطيار عندما يستبدل ملف الحس بمكاومة أمية كيمتها تساوي قيمة المفاعلة الحسية للملف بالروح أنا كان عندي or وعندي xl فأنا هبدل xl اللي هي لها قيمة بمكاومة أمية لها نفس القيمة دي يعني أرقام مثلا عشان تبقى قريبا من العقل لو أنا كان عندي دي مثلا بمتين وكان عندي دي بمتين هبدل المتين دي بدل ما هو كان ملف حس بمتين مكاومة أمية يجي طلب لا لا تتغير يعني بدلتها بنفس القيمة فالقيمة هي هي شابتة فالxl هي إيه اللي علاقة بيننا مش فهم حاجة إيه اللي هي تتغير اللي بيعصل هنا كان عندي حاجة اسمها معاوقة يعني كان فيه حاجة اسمها زد الزد دي كان بتساوي الجزر التربيعي R تربيع زائد xl تربيع الكلام ده كان اسمه جمع متجهي يعني جمع متجهات هتتحول لR يعني المسألة هتبقى كده كإني بقول متين ومتين لو أخدناها بالأرقام عشان أنت تبقى قريبة لزهنه هي قريبة لزهنه انت بتتري علينا أقول متين ومتين هتعمل معايا متين جزر اتنين تحت الجزر إنما متين ومتين جمع جبري هتعمل ربع ومية دايما الجمع الجبري أكبر من الجمع الايه المتجهي فقل R زادت يبقى الطيار ماله يقل سؤال جميل جدا ويلغمت السؤال اللي بعده 74 بيقولي دايرة قربية هتتكون من ملف حس ومقاومة قومية يعني دايرة R اللي ما تكملشي لازم فرق الجهد بيتقدم على الطيار بزاوية أقل من 90 وأكبر من السكر طبعا السؤال غلط الاتنين دول مقررين صح إن هنا يبقى فرق جهد وهنا يبقى طيار والزاوية 45 طالما الاتنين لهم نفس القيمة عشان ما بقسم تان سيتا R على R مثلا بنسوي واحد شفت تان واحد بكام من 45 نيجي للسؤال اللي بعده حلو برضو بيقولي تردد الدايرة والمقاومة القومية والمعاوقة في الدائرة القربية الموضحة بالشكل المعاوقة دلوقتي في الدائرة دي إيه اللي بيحصل لها لو نجد بسيت كده على جم الR ولا بتقدم ولا بتأخر هتبقى عاملة كده لو R بس إنما لو زد جاية من R و L R تربيع زائد X اللي تربيع لما زودت تردد هل الR هتتغير برا اللحب بس اللي بيتغير معايا ميل الX L فالX L تتغير تحت الجزر التربيعي طالما الX L تتغير اللي بيتغير فيها التردد فالZ ده عمالة بتزيد كانت صغيرة لما التردد تغير بتزيادة التردد هل هي بتقل لا دي مش X C يبقى جيم غلط هل هي بتزيد وتوصل عندي قيمة بعدين تقل الكلام ده في حالة رانين يعني عندي XL و X C هنا عندي اللبس هل هي ثابتة ده لو R فقط إنما هي دي لو X C فقط إنما هنا عمالة بتزيد عشان هي بتعتمد على الX L كان المقدار ده 200 بجمع عليه 200 ومرة 300 ومرة 400 فاروح جرب كل ده هتلاقي الزد عمالة بتزيد معاك تطلع الإجابة ده السؤال حلو جدا ما يتفوج السؤال اللي بعده 81 بيقولي تتكون هذه الدائرة من مصدر متردد متصل بي بالروح شدة الطيار بيزبق فرق الجهد بزاوية 45 طالما شدة الطيار بيزبق فرق الجهد يبقى دائرة فيها مكسب حال مكسب بس لا تبقى دائرة مكومة 90 لنحن قلنا لو مصدر واحد لو L بس أو XC بس هيبقى فيه فرق الطور أو زاوية طور 90 إنما طالما أكتر من مكون فيه فرق بين فرق الطور وزاوية الطور لو أنا جيت رسمت هنا اللي أنا برسمه دوت لو دوت هيبقى VC طب لو عملت كده يبقى دوت الـ VR يبقى الVR بيزبق فرق الطور بزاوية كام 90 الفرق بينهم إنما زاوية الطور أو فرق الطور أقل من 90 وسالبة يعني دائرة فيها مكومة ومكسب يبقى الإجابة جيم دية الصح بنفس الطريقة السؤال اللي بعده سؤال رقم 82 بيقول دائرة كهربائي تقوم من ملحب بحس ومكومة قومية ومصدر طيار الكل والطيار في الدائرة وزاوية الطور بالروحتان سيتا بتساوي XL على ال-R XL بتساوي ال-R واحد يبقى ال-R على ال-R فيها الواحد تان سيتا بواحد يبقى السيتا بخمسة واربعين ده نفس السؤال اللي في الاختيارات اللي قلتلكم كان فيه غلط يبقى الزاوية بينهم بخمسة واربعين ومين سابق مين أنا عندي دلوقتي طالما دايرة فيها ملف حسي يعني فيها مفاعلة سعوية يبقى فرق الجهد يزبق الطيار والزاوية كان خمسة واربعين إشارة اتنين قدي بعض النتاج المترطب على زيادة ساعة المكسب في دايرة ال-R مع ثبوت فرق الجهد والتردد بالنسبة للطيار هو مثبت الجهد ومثبت التردد وزاوية الساعة هقول له عني ال-XC بتساوي واحد على 2 باي F في C دول سابت فلما سي تزيد ال-XC هتقلف الطيار بتاع الدايرة ماله يزداد عشان هو عايز اللي يحصل بالنسبة للطيار عشان يزد كل هي قلت ماذا يحدث لإضاءة المصباح عند غلق المفتاح بالروحة لما غلق المفتاح التردد اللي طالع من هنا أو الطيار اللي طالع من هنا هيتسحب في السلك القادي يبقى ال-XC بقت بسفر أصبحت للدايرة لها قار ولها قار يعني لها خواص قومية فقط لو بيسأل على زوية التور هقوله تاني عدم تابه هو بيسأل على الإضاءة مش الإضاءة يعني قدرة والقدرة يعني طيار مقومة المصباح سبتة بس الطيار الكلي يزداد فالقدرة الكلية أو الكدرة برضو بتاعت المصباح مالها تزداد يبقى الإضاءة بكل بساطة هقوله تزداد لأن الطيار ذات سؤال 85 بيقولي في الدائرة الكهربية الموضحة لو جينا بصينا على الشكل ده هللقى أن الدائرة دي اسمها دائرة نظرية نسموها عندنا في الفيزي يعني ايه دائرة نظرية يعني دائرة على الورق ماينفعش تبقى حقيقية لشي مافيش دائرة مافيهاش سلك يعني مافيهاش مقاومة ومية دائرة لسي الوحيدة اللي كنت بجمع جامع جابري كنت بقول بي ل ناقص بي سي او بي سي ناقص بي ال على حسب الكبير ناقص الصغير فهو بيروقتي بيقول لي فرق الجهد لو دوت مثلا الكبير سي 30 وده 20 في الكل هيبقى بخمسين لا ده متجهين في عكس الاتجاه هيبقى بعشر يبقى اقل من مجموحهم هل هما بيساوي بعض يبقى درون هل هما بيساوي جامعهم لا هل هو اكبر من جامعهم برضو لا هو اقل من جامعهم يعني اقل من ال VL زائد VC يعني انا لو جامعتهم بخمسين ده بعشرة السؤال اللي بعده سؤال 86 يعني اضرب ده في جزر اثنين واضرب في XC تقريبا دي طبع دي يعني طي الاميتر ده لي مقاومة ومية انا عندي R بتسوي كام عشرين ومس اه التوالي كأنه توازي والتوازي كأنه توالي يا 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 حبيب قلبي هل هو كاتب سعة عشان اقول دي توالي كأنهم توازي ودي التوازي توازي عادي فما نتغفل فانا ده فرع عامل تمانين ادي تمانين قوم وفرع تاني عامل كام عامل تمانين توازي واحدة فيهم على عددهم يبقى 40 قوم ومعايا مقاومة ومية بكام بتلاتين يبقى هنا 40 قوم وتلاتين يبقى الزد بتساوي كام بتساوي 50 لو ضربتها في اتنين بمية غالط عشان هو عايز القيمة العزمة يبقى لازم اضرب الاتنين دي في جزر اتنين تعمل معايا مية جزر اتنين ما نتغفل بعد ما نحل السؤال نتلغبت في خطوة زي دي اللي بعد قال لي اذا علمت ان الطيور يتقدم طبيع يتقدم دي خينا خوص صعوية بزاوية كام 45 يبقى 10 سيت 45 بتساوي XC مقسومة على الكام على R يبقى 10 سيت خلاص مش كل مرة هنعملها يعني بواحد يبقى لما يقول الزاوية 45 يبقى R بتساوي XC يعني بتساوي متين اللي هو كل ده بيساوي واحد على 2 باي F في سي اكيد هيطلب السعة معايا اللي 2 هروح اجيب السعة تعويض مباشر هتطلع معايا 50 في 10 سالب 6 يعني 50 ميكرو فارد بالمثل السؤال اللي بعد بيقول لي في دائرة RLC متصل على التوالي الطيار في المقومة بيتأخر عن ايه الطيار بيتأخر على المكسف ولا بيتأخر في الطيار ولا ايه بالروح هو بيقول لي الطيار لونا جيت رسمت دائرة RLC انا عندي هنا متجه وعندي هنا متجه وعندي هنا كمان متجه المتجه اللي هنا دوت متجه الطيار ومتجه الVR عشان ده هنا ولا بيقدم ولا بياخر هنا الVC وانا الVL بيعتبر ان الVL اكبر من الVC هو بيسأل الطيار في المقومة بيتأدم على فرق الجهد عبر المكسف وبيتأخر على ملف الحس يبقى هل هو بيتأخر على الجهد عبر المكسف لا هل هو بيتأخر على الطيار في ملف الحس احنا قلنا التوسيل اللي انا باخده توصيل توالي فالطيارات كلها مالها الطيارات كلها بيبقوا في نفس الاتجاه يعني انا لو اخدت دلوقتي باعتبار ان الدايرة كلها كده فالطيار اللي في ملف الحس دي الدايرة اللي علينا اعلقتوا بالطيار اللي في المكسب اعتققتوا بالطيار في المقاومة لثلاثة ماشيين مع بعض يبقى الطيار في المقاومة بيتأخر عن فرق الجهد عبر الملف يبقى الطيار الطيار غلط طبعا يبقى بيتأخر عن الجهد عبر الملف بزاوية كام لو انا بتكلم عن ده وده فرق الطور بينهم تسعين اللي هي الحتة دي انا بتكلم على فرق طور وليس زاوية طور ما نتغفلش عشان اغلبنا يقول اه الطيار بيتأخر عن طيار لا اه ديته غلط نركز بيتأخر عن الجهد اللي بعدها قال لي زاوية التطور بين الفرق الجهد الكل وطور مترد التقوم فيه من ملف حس مقاومته الأومية ومقاومة أومية تكون مساوية للسفر إمتى يعني ما فيش فرق الضور يعني للدائرة خواص أومية كأنه بيقول لي سمع لي حالات الرانين إن الزد بتساوي الار الكلام ده بيحصل لما VL بتساوي الVC أو XL بتساوي الXC مع الطائرات واحدة يعني بيأكد كلامنا اللي فوق يبقى الكلام ده بيحصل إمتى لما الVL بتساوي الVC يبقى للدائرة خواص أومية سؤال 91 بيقول لي في التوصيل من نتاج المواطنة بعد توصيل بطارية بملف ومكسف على التوالي بالنسبة لمرور الطائرات الكهربي ستنعدم كلام من الXL والXC ولو الدائرة بتاعتي مقاومة الأسلاك بتاعتها مهملة لو هو أهمل الار بتاعت الأسلاك يصبح الطيار قيمة عزمة كأن الطيار قيمة عزمة كأن الدايرة بتاعتي كلها مهملة يعني الكلام ده على ورق طبعا بس الطائرة هيبقى كده كده قيمة عزمة عشان الF بتاعتي بتساوي 0 فالXL والXC بسفر في الدايرة الموضحة بالشكل عايز قراءة V1 وV2 لو جينا بصينا أهم حاجة قبل ما نتسرع ونحل الXL بتساوي الXC يبقى حالة رانين وطالما هي حالة رانين يبقى إعلاقة الجهد عبر المصدر بجهد المكاومة بسويه يبقى V2 ده يا باشا عامل 100 فولت طب هو بيسأل على قراءة V1 هل هو حاطت هنا أو هنا لا والله ده هيبقى خمسين وده هيبقى خمسين فعكس الاتجاه فده يقرأ لي سفر عشان VL نقص V سيف اي كاني بقول ان الI VL نقص V زد يبديني الV داش مش ده بسفر يبقى الجهد عليهم هما الاثنين بسفر بس كل واحد ليه جهد ما نتغفلش السؤال اللي بعده سؤال رقم 93 ملف حس مكاومته الأومية يبقى دي RL المكاومة الأومية الملف الحس ومفاعلته الحسية XL بتساوي 40 وصلة على التوالي مع مكسب نرسموها عشان نتخيلها ومصدر مترد هل دي دايرة RC؟ لا ما نتغفلش دي RLC يا باش عشان الملف الحس له مكاومة أومية نيجي الأهم حتة بالنسبالي الRL بتساوي 10 والXL بتساوي 40 والXC بتساوي 25 هو عايز الشدة الفعالة للطايرة المتردد المار بالطايرة ومصدر طايرة متردد جهده الفعال يبقى الV effective على الزد المعاوقة الكلية يديني الI effective المشكلة كلها في الزد دي effective اللي هي الزد الكلي الزد اللي هي عبارة عن R تربيع 10 تربيع زائد XL ناقص XC 40 ناقص 25 التربيع عليهم كلهم كلها هتربيع عشان القلاطات دي بتقعوا فيها كتير كل دا لو قسمتوا على V effective دا هيطلع تقريبا من 18 يبقى الV او الطيار effective تقريبا بيساوي 10 أمبير يبقى نركز ما نتغفلش السؤال البعض سؤال 97 بيقولي النقطتان A و B في الشكل المقابل يتسلم بمصدر طايرة متردد تردده كام 200 يعني المنطقة دي تعملها 200 بولت ماشي وقت ردده 50 هرتز لو جيت بسيت على الرسمة عليها XL بتساوي XC على هدي كده على هدي يا زبادي XL بتساوي XC بتساوي 40 أم يعني الدايرة في حالة رانين يعني خواص قومية طالما حالة رانين زهقنا منها يبقى فرق الجهد الكل بيساوي فرق الجهد على المقاوم بس استنى هو امقسم لك المقاومات دي مقاومة 100 ودي مقاومة 100 بما تاخدش واحدة وتسيب التانية يبقى الR هي عبارة عن مجموحهم جمع جابري عادي بـ 40 أم وفرق الجهد الكل بـ 200 بولت يبقى شدة الطيار 240 تعمل 5 أمبير قال لي شدة طيار المار في الدايرة خلاص فرق الجهد بين A و C بالروحة كده أنا عايز فرق الجهد بين النقطة دي والنقطة دي الله على السؤال وجماله فرق الجهد بين النقطة دي مش كأنها لوحدها دايرة لها مقاومة 100 ومفاعلة حسية الله يعني أنا كأني كأني يبيب لك مسألة لوحدها عاملة كده وجاي هنا حطت مقاومة 100 وحطت لك مقاومة 100 بكام بعشرة قوم وحطت لك ملف حس بـ 40 قوم وبقول لك أنا عايز اللي هنا مش فرق الجهد ده هو عبارة عن A هل قدر أقول ده زق ده؟ استحالة لازم أقول إيه؟ زد بس هل زد الدايرة؟ لأ برضو دي زد بتاعت مين؟ R اللي فقط يبقى الزد بتاعت الممطقة دي 40 و 30 تعمل 50 بعد الجزء أضربها في شدة الطيور بخمسة يطلع فرق الجهد بكام 250 بولت هيجي في دماغكو أو في دماغ الطالب اللي المذاكر أو الشاطر جملة اعتراضية يا مستر إزاي الجهد في الحتة دي بس 250 والجهد كل بنتين أكيد أنا شغل غلط وهو شغل في اللجنة لو الشيطان بقى يقعد يوسوس له انت غلط إنت زدين تهبل يا ابني مطلع دول بنتين وخمسين ودي بنتين ولا أصلا عندي هنا جهد وهنا جهد يا ناريس ودقلها بلده ويعود يعيد ويزيد في المسألة لأ والله انت شغل صح لأصلي في جهد هنا هتبازل وفي جهد هيتبازل هنا فعكسه داي لاش داي يتبقى لي الميتين فولت فما نجيش بقى ايه طالبه ما أنا شغل صح ما تخليش الشيطان يقعد ايه يلعب في دماغك نبنا يحفظنا يبقى فرق الجهد بين ايه و سي طالع بكام بنتين وخمسين فولت فرق الجهد بين سي و بي فين سي و فين بي ادي سي ودي بي يبقى نمسح دي بقى عشان نشوف الشكل بتاعنا فرق الجهد بين سي و بي ادي سي ودي بي عايز فرق الجهد اللي هنا هيقول له عني فرق الجهد اللي هنا هيعباره عن اي في زد بتاعت مين سي و بي الاي كده كده خمسة امبير الزد بتاعت المنطقة دي اربعين تربيع زائد عشرة تربيع يقول له اربعين تربيع زائد عشرة تربيع اللي اتنين دولت هيعملوا معايا اربعين تربيع وعشرة تربيع عشرة جزر سبعتاشر تتضرب في كام تتضرب في خمسة تعمل معايا أن فرق الجهد اللي هنا خمسين جزر سبعتاشر والوحدة طبعا فولت يبقى بالروحة كده جبنا ده وجبنا ده عايز ايه تاني في السؤال قال لي العايز الكدرة المفقودة في الدايرة للي هيتغفل الكدرة يعني حرارة يبقى الباور بيساوي اي تربيع في ار فقط الامية اي تربيع بخمسة تربيع خمسة وعشرين اضربها في ار اللي هي باربعين خمسة وعشرين فاربعين خمسة فاربعة بمية وينزل سفرين تعمل معايا ألف واط يبقى جبنا شدة الطيار وجبنا فرق جهد وفرق جهد والكدرة سؤال جميل جدا ما يتفوتش السؤال اللي بعده تمانية وتسعين بيقول لي في الدايار شدته واحد أمبير يمر في ملف يتصل ببطارية بطارية يعني طيار مستمر ما فيش الكلمة دي لو عدت علينا مرور الكرام السؤال ضع عندما تستبدل البطارية بمصدر طيار متردد طالما ليه تردد يبقى ليه مفعلة حسية له نفس قوة دفعة للبطارية أكيد الطيار هيقل طب لو وصلت مكسف تعود يبقى السؤال متقسم ثلاث أجزاء بالروح هذه الجزء الأول ودي الجزء الثاني ودي الجزء الثالث الحالة الأولى أنا كان عندي بطارية وملف حس تردده بكام بسفر لشان ده مصدر مستمر هنا فيه 12 فولت قال لي الطيار كان بكام بواحد أمبير فمعنى أن الطيار بواحد يعني أنا أسمت فرق الجهد على المعاوقة اللي عندي طلع هنا كام بواحد أمبير الحاجة اللي عندي مقدرش أقول XL يبقى أكيد اللي الملف الحس ده له مقاومة أمية يعني RL تطلع المقاومة الأمية بـ 12U كمل قال لي أنا بدلتي دي بطيار ايه؟ متردد طالما طيار متردد يعني طيار له تردد وطالما طيار له تردد يعني ليه ايه؟ ليه F بكام بخمسين يعني ليه XL قادي الدائرة بتاعتي وما لعبتش في حاجة له نفس القيمة اللي هي كام 12 فولت الطيار بقى 6 من 10 أمبير الله على الكلام يبقى V على XL المسألة بازت بازت خالص ليه؟ عشان الملف ده ما كانش يحسه ناقي ده ملف غير ناقي يعني ليه RL يبقى ما قدرش أقول XL لازم أروح أقول إيه؟ أروح أقول Z ما نتغفلش طب يا مستر ما أنا عندي مجهولين لا أنت كده بل ما أنا لسه جاي بالRB 12 تربيع أروح أجيب مين؟ أروح أجيب XL تربيع اللي هي مجهولة تعمل معايا بعد ما أروح أحلاها على الآلة اختصارا للوقت 16 جميل قوي خلصت لا قال لي ده أنا لما بوصل مكسف على الملف مع الملف في الحالة الأولى على التوالي تعود شدة الطيور لقيمتها السابق الحدي يفهم لما الطيور رجع تاني معنى كده أن الـ XL اختفت لا ده أنا خطيت معاها مكسف بس قيمة الـ XL اعلقتها بقيمة الـ XC قد بعض فلاش وبعد والطيور رجع 1 أمبير يبقى الله على كلماني للسؤال قادي الـ R L ودي الـ XL قال لي لما حطيت معا الكلام ده مكسف عادت شدة الطيور لقيمتها وأنا كده كده حطي الطيور متردد يبقى في اللحظة دي الـ XL بتساوي XC حالة رانين يبقى ده ريزونيت انجي سيركت عايز زاوية الطاورة وساعة المكسف هقول له عني ساعة المكسف بتساوي 1 على 2 باي F في C كل ده بيساوي 16 قوم زاوية الطاورة أزعل منك للدائرة لها خواص قومية وطالما خواص قومية السيتة بتاعتي بتساوي كام بتساوي سفر أوعه تتغفل سؤال جميل حلناه على 3 مراحل والسؤال حلو جدا للأمانة وبيلغبط كتيره بيجي كتير جدا في الامتحان في سورة M-Secure أو ممكن يجيبه مقالي عادي خالص مع الامتحان بقى في 4 درجات مقالي السؤال الـ 99 بيقول لي المصدر متردد 229 فولت أو 50 هرتز طالما ما مذكرش فكرة عالة يبقى دي الفعالة مش العاصم متصل على التولي بمنقاومة قومية وملف حسر ذاتي ومكسف عايز المفعلة الحسية وشدة الطيار وفرق جود بيهر كتير المفعلة الحسية عندي كل المعطيات وبي F اللي تعويض مباشر شدة الطيار اللي مار في الدايرة شدة الطيار هقول له عني هي عبارة عن B اللي هي 220 على Z الزد اللي هي عبارة عن R تربيع تعويض مباشر ز XL نقص XC لكل تربيع أنا لسه جايب XL تاب والXC يا مستر عطهولي هو تعويض مباشر 25 واربعة جبنا شدة الطيار ومفعلة فرق جودة بين طرفي كل من الملف والمقاومة المكسب بيهري الVC هتساوي I الكل في XC تاب والVL هتساوي I في XL تاب والVR نفس الكلام I في XR اللي هبلا أنا بقوله ده I في R طبعا كيف نعدل في الدائرة اللي كان نحصل على أكبر شدة الطيار أكبر شدة الطيار وعايز القيمة أما يجيب أكبر شدة الطيار أكبر شدة دي هجيبها منين الطيار بيبقى قيمة عزمة إمتى الطيار بيبقى قيمة عزمة لما R بتساوي Z تاب أنا لما R بتساوي Z هوصل لها ازاي فاكريني المنحنة التخطيطي أو المنحنة البيني بتاعنا آه كان عندي حاجة كده وكان عندي حاجة كده وكان عندي حاجة كده صح وبعد كل ده كان عندي معاوقة بتطلع بالشكل ده أو خلينا نكتب الطيار ماشي الأول كده 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 وينزل كده الطيار بيبقى قيمة عزمة لما الكلام ده بيساوي بعد لما حالة رانين وبنسميها الف نوت طب لو بالمرة عايز زر سمين المعاوقة المعاوقة بتيجي تقلة 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 في النقطة لنزد بتساوي الار بس الرسمة دي عايزة تشفت شوية فالكلام ده كان بيحصل امتى في حالة رانين لما زد بتساوي الار طب أنا عشان أوصل للزد بتساوي الار لازم اخليني عند تردد واحد اللي هو التردد الطبيعي طب التردد الطبيعي ده مستر بوصل له ازاي اروح اجيب من هنا مين السي ومعايا مين الل يبقى قوله عند تردد واحد على تنين باي جزر الف سي عندي كل المعطيات جبت الف نوت اللي هو التردد الطبيعي طب قيمت الطيار المنطقة دي فالقيمة اللي هنا ديت الاي ماكس في حالة الاي الدائرة في حالة رانين سؤال جميل جدا ما نتغفلش ميجي يقول لي كيف انو عد لازم اشرح له بالتفصيل اللي بيحصل السؤال اللي بعده سؤال رقمية بيقول لي تتصل مقاومة قيمتها 300 قوم على التولي مع مكسف ومصدر مترد دي بقى انا عندي مقاومة عندي مكسف ومصدر مترد اه دي الدايرة بتاعتي ماشي هنا 300 مفاعلته السعوية 265 قوم والتردد هنا 100 هرتز فاذا كان فرق الجهد عبر المكسف يبقى انا معي البي سي لو اسمته على مش جبت الاي اه طب انا جبت دلوقتي معي الاي اول مطلوب بيسأل على السعة واحد على تو باي اروح اجيب السعة بيسأل على شدة الطيار بيسي على اكسي سي جبت الطيار فرق الجهد عبر المكومة ما اهبل اوي الطيار اللي انا جبته اضربه كام في 300 يبقى انا كده جبت البي ر سؤال عادي مش صعب قوي السؤال اللي بعده سؤال 101 بيقول يا داي كا دينا متردد طيار متردد يمكن تغير سرعة الدوران ملف ومكومة اومية وملف حس ومكسف اذا وصلت كل منها على حدة مع الدينامو وتمن زيادة السرعة بيسأل ايه يحصل لاني بيختبرني في العلاقات البيانية بالروح لو انا عندي الدينامو هنا محدد اي الدينامو وصلته مرة بمكومة اومية ومصلته مرة تانية جب ملف حس ووصلته مرة تالتة بمكسف بسم الله هنا دينامو ممكن اقول ان القيمة العظم بي اي ان اومية اللي هي البنيو قاعد خلص فانا لو عايز الطيار ماكس مش هتساوي الفي ماكس اللي هي بي اي ان اومية على الار هل الار دي هعلاق بالموضوع لأ يبقى العلاقة بين الطيار والتردد او سرعة الزاوية كام علاقة تردية يبقى لو انا عايز ارسم علاقة هقول ان لما التردد يزيد شدة الطيار بتاعتي هتزيد علاقة تردية منتظمة هنا لو جيت قلت بي اي ان اوميجا على اللي هي اوميجا في ال يبقى هل هيعتمد على الاوميجا لا فاكريني مصدر متردد وسكت ما قدرش افكها البي اي ان اوميجا عشان كده كانت العلاقة عكسية انما الاميجا راحت مع الاميجا يبقى مهما زود السرعة الزاوية تشدة الطيار بتاعتي اوميجا او اف عادي الاتنين واحد تظل ايه مقدار سابت نيجي للسؤال الجميل جدا ده ده اللي بنتغفل فيها الاي ماكس نيجي بتساوي البي ايه ان اوميجا على واحد على اوميجا سي مقام المقام يباش هيتلع بسط يبقى العلاقة بين الاي والاميجا تربيع او اف تربيع ماتو باي كونستان يبقى الطيار دلوقتي هل بيعتمد على الاي او الاي بيعتمد على التردد ولا مربع التردد مربع التردد عندنا في الرياضة الدلة التربعية لو مجابة بتبقى شكل حرف يوتاب لو سالبة بتبقى تبانية مقلوبة كده او من كده فانا باخد الربع ده اللي احنا كنا بين بلدي منول عليها مثلا تردية غير منتظم تعمل الشكل ده يبقى العلاقة بين الاي العكس العلاقة بين التردد والاي شان ده المتغير الاساسي وده المتغير السابع تطلع معايا الثلاثة اشكال بتوعي ياما انا عايز القوي ياما انا عايز اي واحدة فيهم هتعمل معايا نفس الشكل ده السؤال اللي بعده 102 بيقول استبدال مصدر طيار متردد بمصدر مستمر في دائرة ملف حس ومقامة بالنسبة لشدة الطيار لما بدل الطيار المتردد ال حتنعدم فالمعوقت قل فشدة الطيار يزدد اتهلنا منها توصيل ملف حس مع مقامة ومين متصل بالطرفية مقدردد لزوية الطور يصبح فيه فرق في الطور او زوية الطور ال في بيزبق الطيار بزوية السيتة بتاعتي اغبر من سفر واصغر من كام تسعين يعني ربع اول وللدائرة خواص حسية عشان هي يلفيها ايه مكونين وفرق الجهد بيزبق الطيار او الطيار بيتأخر على فرق الجهد في ال دايرة اللي فيها ر السؤال اللي بعده ما الذي يحدث في كل من الحالات الاتية عند مرة الطيار متردد في دايرة بيها ملف حس مقامة اميجا التوالي خلاص لست حلين اللي بعده عند وضع صاكم الحديد يعني هتلعب في الحس الزاتي فده زاد فال اللي زادت فال تزداد لو بيسأل على زاوية الطورة هتزيد مشان عندي تان سيتا بتساوي اكس اللي مقسومة على الار فلما الاجس اللي تزيد كده كده الار مقدار سابت فالزاوية بتاعتي برضو هي كمان ايه تزداد تب لو بيسأل على الطيار مش الزد يبقى لو بيسأل على الزاوية او بيسأل على الطيار الاسئلة المقالة تتحل بنفس الطريقة يوضح الشكل ملف حس ومقاومة امية متصلين على التوالي مع مصدر عايز قيمة المقاومة بالراح انا معي الطيار دي بستاشر اقول له ده عشرين يبقى ده اربعة اهاها الكلام ده غلط طبعا ده ايه ماينفعش اجمع جمع جبري ده جمع متجهي بقول له عشرين تربيع ناقص ستاشر تربيع عشرين تربيع ناقص ستاشر تربيع يعمل معي اتناشر بولت هل انا عايز فرق الجهد في ار لا انا عايز الار هقسم على الكام هقسم على الطيار باتنين تعمل معي ستة او السؤال اللي بعده بيقول لي تتكون دائرة كاربية مغلقة من مقاومة تلاتين ام ومفاعلة ملف مفاعلته الحسية يبقى انا معي الار بتلاتين ومعي الاكس ال باربعين او متصلين عالتاولي مع مصدر متردد فرق الجهد الفعال معي بكام مية وخمسين سؤالت في خالص عايز القيمة الفعال اروح اجيب الزد فالزد هتعمل معي تلاتين واربعين والجزر التربيعي خمسين يبقى مية وخمسين على الكام على الخمسين تعمل معايا سفرين راحوا مع بعض يبقى تلاتة امبير دي القيمة الايفكتف عشان انا جاية من ايفكتف السؤال اللي بعده مية وسبعة في الدائرة المبينة عايز كراءة فيتنيم مع اهمال المقاومة الداخلية للمصدر دي بستين فولت دوت ماينفعش اجمع جبري يبقى ناقص ستين تربية تعمل معايا تمانين فولت يبقى بكل بساطة اللي هي تمثل بيتنين بتساوي كام تمانين فولت في صغرص طبعا السؤال اللي بعده مية وتمانية بيقول ملف حس له مفعلة حسية ومقاومة امية زوية التور بكام بخمسة وثلاثين عايز المقاومة راجعتني الاسئلة البسيطة تان ستا بتساوي X L على R انا بجري في الاسئلة السهلة عشان مش محتاجة مجود كتير مننا 53 و1 يبقى انا عايز من الار يبقى اقول X L اللي هي تمانين على 53 و1 طبعا تحت التان وحط الاقواز بتاعت يبقى اجي على الال اقول تمانين على تان وخمسين وخمسين وقفل الكوز بتاعي تعمل معايا ستين قوم تقريبا يبقى الار بتعمل معايا ستين قوم السؤال لبعده مية وتسعة معايا دايرة RC ومصدر طالما المصدر ده متردد ولا مستمئر وقفت مصدر X وخلاص هزعل منك شانا عندي VC هل VC تساوي 0 لا طالما VC لا تساوي 0 اذا 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 XC برضو لا تساوي 0 وطالما XC لا تساوي 0 يعني الدايرة لها تردد يعني F لا تساوي 0 يبقى مصدر متردد عشان لازم يكون لي تردد لازم F لا تساوي 0 وليس مستمر سؤال حلو مش وحش 110 بيقول لي تتكون الدرمو بينها بشكل من مقاومة ومية ومكسف ومصدر متردد متصلة جميعا على التولي عبر برسم المتجهات عن العلاقة بين A VR VC V I أنا عندي فرق الجهد الكل لسا رسم ADL V R وADL I يزبقهم فرق الجهد عبر الملف ADL VL بيتأخر عنهم فرق الجهد عبر المكسف ADL VC فرق الجهد عبر المكسف بيتأخر بزاوية 90 يبقى فرق التور بين VC وVR 90 فرق التور بين VC وVL 180 فرق التور بين VL وR 90 لو عايز فرق التور بين كل واحد والتاني أو VR وVC برضو كام 90 والفرق الجهد الكل عندي حلين لو VL أكبر من VC هلقى إن المتجه دلوقتي أو الزاوية بتاعتي في الربع الأول مجاب هقول VL ناقص VC وعمل الشكل دوت قادي الطيار الكل وما قدرش أقول فرق جهد كل ده فرق جهد عبر المكاومة ويطلع V من هنا والزاوية بتاعتي كام سيتا دي اسمها زاوية التور إنما التسعين ده فرق التور نركز اللايب بريك لكم بين فرق التور وزاوية التور كده احنا فصصنا المسألة السؤال الس ومعايا الف احسب معاوكة الدايرة السؤال التفق ده الزد ده هتساوي الجزر التربيع الآر تربيع زائد واحد على تو باي الف في سي مرة واحدة لكل تربيع ويطلع زي ما يطلع بنفس الطريقة سؤال مية واثناشر بيقول لي ايه وديفة ملف حس مهمة للمنقومة القومية على ولوحز ان لم تتغير كراءة الاميتر الله ينور عليكم معنى ان المقاميتر لا تتغير كراءة سؤال حلو قوي يبقى الزد مقدار ايه سابت تعال لي بقى كده على الهادي حلنا زيها في الشرح والله لما كنا بنقوله R تربيع زائد XL تربيع الحالة الاولى بس الحالة الاولى كان هنا XC يبقى R تربيع زائد XC كل تربية الحالة التانية رح تحطت ايه رح تحطت ملف حس يعني الزد في الحالة التانية اللي هي نفس مقدار الحالة الاولى هتبقى عاملة نفس R تربيع هل تتغير بالتردد لا زائد XL نقص XC او XC نقص XL هنشوف بكل تربيع بس المقدار اللي هنا اعلقته بالمقدار ده كله بيسوي ما هو قال لي المقراء لم تتغير يبقى XC الكل تربيع مش هتساوي XL نقص XC الكل تربيع او XC نقص XL واحدة واحدة ربع طير الجزر واخد الجزر التربيع ماشي يبقى انا معاي دلوقتي XC بتساوي XL نقص XC صح هو بيسأل على ايه كم تكون المفاعلة الحسية لهذا الملف بالنسبة للمفاعلة السعوية يبقى XC دلوقتي مش هجم عليها دي يبقى XL تطلع بتساوي ايه تطلع بتساوي 2 XC يا مستر يا مستر دي هنا هتبقى طرح XL نقص XC أو XC نقص XL أو ما كده كده السالب السالب دلوقتي لما يتربع باي هيبقى موجب فكده كده ما يشغلكش هي كده سالب ولا موجب أو من الكبير نقص الصغير الصغير نقص كبير كان بقول 2 نقص 1 هي 1 نقص 2 لأن كل ده تحت التربية فبتبقى موجبة في الآخر فانا عرفت خلاص ان XL ضعف طب يا مستر بتخيل لانا كنت عاكس يعني كنت بقول XC نقص XL فهوادي دي الناحية التانية ينفع اقول XC نقص XL 0 لما انا ما حاطتش حاجة يبقى انا حاطت دي هي اكبر من دي للتأكيد سؤال حلو نيجي على السؤال اللي بعده رقم كام 113 بيقول داير الطيار متردد RLC في حالة رانين ما الكمية التي تتغير كمتها عادي مع الحفاظ على حالة رانين الحاجة اللي ولا بتأخر ولا بتقدم اللي هي كانت المقاومة الامية مه ملعب في المقاومة لا فهنا R فمه ملعب في التردد اصلي كده كده الF نوت التردد الطبيعي بيعتمد على حتين ملهمش ثالث اللي والC العب بقى في R براحتك انت كده بتلعب في شدة الطيار الكلي حال هيبقى الIMAX عند 5 امبير ولا 10 ولا 20 فانا كل ما أقلل الR دي حعلومة لكم كل ما للR دلوقتي بخلي الموصل بتاعي بنسموها حاجة عندنا اسمها السوبر كوندكتور اللي هي أسلاك فائقة التوصيل أسلاك فائقة التوصيل دي بوصل لها منين احنا دلوقتي شغالين في الحديثة في الباب التامن كنا بناخد حاجة اسمها الموصلات واشباه الموصلات انا لما كنت برفع درجة الحرارة مش الموصل التوصيل بتقل عشان الهتزاز بتزيد انما شبه الموصل التوصيل بتزيد عشان فيها حاملات شحن تبلغ عكست لما بقلل درجة الحرارة درجة الحرارة لما تقل وصلت مثلا عند السفر كيلفين قلنا ده رقم نظري لما السفر كيلفين درجة الحرارة ديت التوصيل بتاعت الموصل اللي انا بتاعتي تقريبا تقريبا ما بتتحركش فالطيار مشي مش هلي اي حاجة بتاعوكم فانا كل ما بقلل الار بزود او بلعب في شدة الطيار الكل بتبقى دايرة مور اكتر من الحالة الاولى من غير الار فهنا بيقول نرجع لسؤالنا الحاجة اللي انا بغير ها مع الحفاظ على حال الترانين هي المكاومة